اعلن بيان لقمة حلف شمال الاطلنطية النيتو التي عقدت في مدريد أنه تم دعوة فنلندا والسويد للانضمام للحلف اوضح البيان ان روسيا تمثل اكبر تهديد مباشر يواجه الحلف وان الحلف سيعمل على تطوير انظمة الرادع والدفاع الخاصة به واكد البيان ان على روسيا وقف الحرب والانسحاب من اوكرانيا حالا وان الحلف سيقدم لاوكرانيا حزمة مساعدات لتحديث نظامها الدفاعي كان امين عام حلف شمال الاطلسي النيتو يانس ستولتنبرغ قد اعرب عن اقتناعه بان الحلف يواجه اكبر تحدي له منذ الحرب العالمية الثانية وقال ستولتنبرغ بقمة الحلف في مدريد ان قادة النيتو يكتمعون في خضم اخطر ازمة امنية يواجه الحلف مشيرا الى ان هذه القمة ستكون تاريخية وبمثابة نقطة تحول لتعزيز قوة الردع اعادة تشكيل قوة الردع وضمان الدفاع خلال العقد المقبل هدف وضعه حلف شمال الاطلنطي النيتو نصب عينيه في ظل التحديات الجيوسياسية التي يواجهها خاصة من قبل روسيا والصين فالعملية العسكرية الروسية الاخيرة في اوكرانيا اظهرت ضرورة مرحة لتوجيه رسالة وحدة وقوة للدول التي تشكل تهديدا لدول الحلف غير ان ثمت انقسامات في الحلف على ارض الواقع بشأن حجم العقوبات التي تطال روسيا وحجم المعاناة التي يمكن ان تتكبدها الاقتصادات الغربية وعلاقات بعض دول الحلف مع الصين كالولايات المتحدة خاصة على المستوى الاقتصادي الخفض الدفاعي المتتالي على مدى العقود الاخيرة لدول الحلف اثرت ساؤلات بشأن ما اذا كان النيتو لا يزال لديه التكتل الكافي لردع اي عدوان حيث يتعين على اعضاء النيتو حاليا انفاق 2% من اجمالي ناتجهم المحلي السنوي على الدفاع لكن هذا الهدف نادرا ما التزم به العديد من الاعضاء وعلى الطرف الاخر فان الدول التي تشعر بانها تواجه تهديدا اكبر من جهة موسكو وتحديدا بولندا ودول البلطيق تمارس ضغوطا من اجل اتخاذ اشد الخطوات الممكنة فضلا عن تعزيزات اضافية من النيتو على حدودها بالرغم من اعلان زيادة حجم قوة الرد السريع الى ما يزيد على 300 الف قندي على حدود اوروبا شرقية تحديات امنية واقتصادية فرضتها الازمة الاوكرانية على دول حلف النيتو ربما ستمتد تداعياتها لسنوات يصاحبها سباق تسلح يعيد رسم خرائط النفوذ وستحرك الدول التي تمتلك اسلحة النووية اسلحتها لاستراتيجية نحو مناطق النزاع اعلن رئيس الامريكي جو بايدن خلال قمة لحلف شمال اطلسي نيتو في مدريد ان بلاده ستعزز وجودها العسكري في اوروبا كي يتمكن الحلف من الرد على التهدادات الاتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا عهد الرئيس الامريكي جو بايدن بان بلاده ستنشر دفاعات جوية في العديد من الدول الاوروبية مؤكدا انه سيتم تعزيز الوجود العسكري والامكانات العسكرية الامريكية في اسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا والمانيا وايطاليا واكد بايدن خلال مباحثات الامين العام للنيتو ان الولايات المتحدة ستعزز قواتها في اوروبا لتصل الى مئة الف اعلن المستشار الالماني اولف شولتس ان بلاده ستمتلك اكبر جيش تقليدي اوروبي في حلف شمال الاطلسي مشيرا الى ان برلين قررت استثمار اموال ضخمة لتعزيز قدراتها العسكرية منذ ان بدأت القوات الروسية العمليات العسكرية باوكرانيا واكد شولتس انه سيتم انفاق ما بين 70 الى 80 مليار يورو سنويا للدفاع مشددا على ان هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من المانيا الدولة الاكثر استثمارا في هذا المجال قال نائب وزير الخارجية روسي سيرجي ريباكوف ان روسيا تنظر الى خطط السويد وفنلندا لانتمام الى حلف شمال الاطلسي بصورة سلبية اشار وزير الخارجية الروسي الى ان توسع حلف شمال الاطلسي يزعزع الاستقرار ولا يضيف شيئا الى امن اعضاء الحلف اعلن رئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي اجراء محادثات حاليا مع روسيا لاعادة الاسر الاوكرانيين والمقاتلين المتطوعين الاجانب الذين دافعوا عن البلاد وقال زلنسكي ان روسيا تحتجز الاف السجناء الاوكرانيين بمن فيهم مقاتلون متطوعون اجانب جاءوا للدفاع عن اوكرانيا مؤكدا ان المفاوضات جارية مع روسيا للإفراج عن الجنود الاوكرانيين والاجانب من الاسرى لا يمكننا فريقنا الاسباط كبسنا والاوكاروا ماذا دقاءة